استقبل قداسة البابة ودروس الثاني بابة الإسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية أمس في المقار البابوي بالقاهرة خدام الترجمة إلى لغة الإشارة بقناة سي تي في حيث تحتفل القناة بمرور عام على توفير خدمة الترجمة للغة الإشارة للصم وضعاف السمع في خمس من برامجها الرئيسية ألقى قداسة البابة عليهم كلمة روحية عن احتياجات الإنسان الكثيرة التي تشمل الاحتياجات البيولوجية والنفسية والاجتماعية والروحية وأشار عدد من الخدام الحاضرين إلى أهمية نشر الوعي في المجتمع بخصوص بساطة التعامل مع الشخص الأصم فهو شخص طبيعي ويسهل التعامل معه كأي شخص آخر عندما نحدثه بلغته وفي الختام قدم قدسة البابة الشكر للخدام ولقناة سي تي في وصلى من أجل استمرار الخدمة ونموها وقدم لهم هدايا تذكرية نتابع اهتماما من قناة سي تي في بمشاهديها من الصم وضعف السمع تسعى لتزويد البرامج التي تترجم بلغة الإشارة كما نظمت لقاءا مع قداسة البابة ودروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة لخدام مترجمي الإشارة بقناة سي تي في الحقيقة أنا سعيد أن أنا أشوف الخدمة ده هي بتقدم من خلال القناة خدمة أبنائنا الصم والبكم في أماكن كتيرة على مستوى الجمهورية وخارج الجمهورية وأن الخدمة ده هي تقدم ويتم ترجمة عدد من البرامج عشان تختم ولادنا ويقدروا يتفاعلوا مع المجتمع ويقدروا يعيشوا الحياة الحياة المجتمعية والحياة المسيحية والحياة الكنسية شيء رائع خالص وأنا أحيي الجميعي عنكم نشكر ربنا النهاردة شاركنا قداسة البابة ودروس بمحبته الكبيرة في اللقاء مع خدمة مترجم لغة الإشارة على شاشة قناة سي تي في بناء على توجيهات أستاذ إلية رئيس مجلس الأمناء والمديري التنفيذي للقناة على طول بدأنا ناخد ترتيباتنا أن احنا إزاي نخلي الخدمة دي بصفة دائمة على شاشة القناة بتقدم خدمة حقيقة للصم والبكم القطاع الكبير من مشاهدي القناة اللي محتاجين يعرفوا كل صغارة كبيرة بتتقال على الشاشة وفي نفس الوقت بلغتهم ونخلي شاشة شكلها حلوة بالموضوع ده فرحة أتمنىها أن كل الناس تحاول تعرف لغة الإشارة لأن الصم مثلاً لو دخلين مستشفى أو دخلين مركز أو أي حاجة أو شركة بيبولاقين في صعوبة فكل اللي بتمنى من ربنا أن يعني اللغة تنتشر على قد ما تقدر وكل المتكلمين يحاولوا يتعلموا اللغة دي علشان يساعدوا لو شافوا في أي وقت الصم فجأة أن هم يحاولوا يتعاملوا معاه نشكر ربنا أن هو أدانا بركة الخدمة استفادنا من تعليمنا اللغة الإشارة نحن قدرنا أن نوصل للأصم أنه هو مش رايل في المجتمع أنه هو متساوي مع المتكلم بس ده عن طريق توصيل كل حاجة ليه بلغة الإشارة بعد مرور سنة من بداية خدمة ترجمة البرامج بلغة الإشارة على شاشة سي تي في النهاردة بنشكر قداسة البابا على استضافته لينا ولفريق الخدام وإن شاء الله يكون لنا لقاءات متكررة معي وبنعمة ربنا تزيد الخدمة وتنتشر وأكد قداسته خلال اللقاء على أهمية خدمة الصم وضعف السمع والتي اختارها الخدام لخدمة الله من خلال تقديم الكلمة الروحية والكنسية بلغة الإشارة وتؤكد قناة سي تي في اهتمامها الدائم بخدمة الصم وضعف السمع بالتعاون مع الكنيسة والمجتمع من داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية مريم رفعات سي تي في